امال وقف اطلاق النار بدأت تتبدد لدى الفلسطينيين الذين ما زالوا يرزحون تحت ويلات الحرب والنزوح المتكرر وسط اوضاع انسانية صعبة ومعقدة للغاية ومع استمرار الهجمات الاسرائيلية اجبرت عدة عائلات على الفرار بعد ان اصدر الجيش الاسرائيلي اوامر اخلاء جديدة في دير البلح وسط قطع غزة في وقت متأخر من مسائل احد الاثنين مشيرا لشن عملية عسكرية في المنطقة اوامر الاخلاء الجديدة اجبرت الكثير من الاسر والمرضى على مغادرة مستشفى شهداء الاقصى المرفق الطبي الرئيسي في دير البلح هذه المدينة التي يحتمي بها مئات الالاف وفي الايام القليلة الماضية اصدرت اسرائيل عدة اوامر اخلاء في انحاء غزة هي الاوسع نطاقا منذ بداية الحرب حيث قالت سلطات بلدية دير البلح ان الاوامر الاسرائيلية ادت حتى الان الى نزوح 250 الف شخص ما ادى الى تقليص المناطق الانسانية وغياب المناطق الامنة في غضون ذلك قال مسعفون ان ضربات اسرائيلية قتلت عدة فلسطينيين اثنان في دير البلح واثنان اخران في مدرسة بمخيم النصيرات في الوسط ايضا وثلاثة في مدينة رفح جنوب القطاع بالقرب من الحدود مع مصر وفي تقريرها الاحصائي اليومي لعدد ضحايا القصف الاسرائيلي على قطاع غزة خلال 24 ساعة اعلنت وزارة الصحة في غزة الاثنين مقتل 33 فلسطينيا واصابة 66 اخرين الوزارة اكدت كذلك مقتل 40 435 شخصا واصابة 93 534 اخرين منذ بدء الهجوم العسكري الاسرائيلي على القطاع في السابع من تشرين الاول اكتوبر الماضي اشتركوا في القناة